كشفت سيدة ايزي دية عراقية من اهالي قضاء سنجار غربي الموصل عن مأساتها مع داعش وكيف تعرضت لانتهاكات متنوعة هي واطفالها بمعاقل داعش في العراق وفي سوريا ام جنار هي احدى سكان منطقة كوجو التابعة لسنجار تحدثت الى اخبار الان عن كيفية اعتداء داعش عليها وعلى عائلتها الزميل حسام الاحبابي التقى ام جنار واعد هذا التقرير لم تكن مأساة ام جنار الاولى او الاخيرة من قصص الايزي ديين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل داعش عند احتلاله سنجار غربي الموصل لكنها ربما الاكثر مأساوية كونها تعرضت لما يقارب السنتين لاعتداءات متكررة هي واولادها وبناتها فتارة تباع ضمن ما يسمى بسبايا داعش بين معاقله في العراق وسوريا وتارة اخرى يقتل اطفالها الصغار عبر تسميمهم ام جنار ومن احد المخيمات التي خصصت للايزي ديين في كردستان العراق روت لاخبار الان مأساتها مع داعش منذ الايام الاولى لاجتياحه سنجار وكيف قتل الرجال في المدينة واحتجز النساء ومارس اساليب تعبيب متنوعة ضد ضحاياه لنتابع حديث ام جنار عن ايامها الاولى في سنجار قبل ان ينقلها داعش الى تلعفر مع عشرات العائلات تم احتجازنا بمدرسة كوجو في سنجار لخمسة عشر يوما حيث اخذ مقاتلو داعش منا كل اغراضنا ثم قاموا باسر الرجال وبعدها سمعنا اصوات اطلاقات نارية عليهم ثم قاموا باخذ النساء الى بناية معهد انتقني في منطقة سلاغ التابعة لسنجار حيث سجلوا اسماءنا هناك وعزلوا الفتيات عن المتزوجات ومن بينهن ابنة البالغة من العمر 11 عاما شهادة ام جنار كشفت ايضا ان داعش لم يكتفي بقتل الرجال والامهات المسنات بل قام بتجنيد الاطفال الايزيديين ممن تتراوح اعمارهم بين سبعة وعشرة اعوام ضمن صفوفه وهو ما يعرف حاليا باشبال الخلافة الى جانب الاستمرار بالتعذيب الجسدي داخل مبنى معهد تقني اتخذه داعش معتقلا له في سنجار مقاتلو داعش اعتقلوا من العائلات ايضا الذكور ممن تتراوح اعمارهم بين سبع وعشرة اعوام وبعد ان يحل الليل كانوا يتنوبون على توجيه الضرب المبرح الينا من دون اصباب كنا نسمع اصوات اليات حفر شفلات وهي تحفر حفرا كبيرة قرب مقر المعهد الذي كنا محتجزين فيه علمنا بعد ذلك انهم قتلوا العديد من الامهات لسيما كبار السن وتمدفنهن هناك وبرغم عمق جراح ام شنار بسبب تعرضها للاعتداء على مدى السنتين الا انها اصرت على مواصلة الحديث الى اخبار الان من اجل كشف ممارسات داعش الوحشية تلك الفترة التي تم خلالها نقلها الى معقله الاخر في تلعفر تمهيدا لبيعها الى داعش في سوريا حيث جرى بيعها باربعة عشر الف دولار بعد ثلاثة ايام اخذونا الى معقل داعش في تلعفر وبقينا محتجزين هناك لثلاثة اشهر داخل مبان ومنازل مهدمة في القرى حيث قاموا بتفتيش العائلات المحتجزة بحثا عن الفتيات وتم اخذ معظمهن من قبل احد امراء داعش في العراق الذي بعنا الى ولاة داعش في سوريا الذين بدورهم نقلونا الى مدينة الرقة هناك وضعونا داخل مزرعة لم يعطونا اي طعام او شراب ثم بدأوا يخرجونا على شكل مجموعات بمعدل خمس او ست عائلات يوميا تمهيدا لبيعنا في سوق السبايا هناك تم بيعنا باربعة عشر الف دولار مقابل كل واحدة منا ما تقدم كانت جزء الاول من مأساة ام شنار وسنتعرف لاحقا في الجزء الثاني من هذه المأساة على ظروف اخرى عاشتها ام شنار بعد ان قام داعش في العراق ببيعها الى داعش في سوريا حيث جرى بيعها هناك للمرة الثانية فيما يسميه داعش بسوق السبايا ترجمة نانسي قنقر